اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات ايحة النهاردة حلقتنا عن جزء من التقوص الدينية او الشعائر اللي بتقام في شهر رمضان وهي صلاة الترويح صلاة الترويح كلنا بنقيمها بعد صلاة العشاء سواء في الجامع او في البيت طيب تعالي نعرف ايه اصل صلاة الترويح وليه اصلا تسمت صلاة الترويح بالاسم ده اول حاجة الرسول اول مرة صلاة الصلاة دي كانت في الجامع وكان في اليوم الاول وتاني يوم برضو الرسول صلاة الصلاة في الجامع ولقى ان الناس كتير قوي كتروا وراه وبدأوا يجيبوا ناس تانيين اصحابهم وقرائبهم عشان يصلوا ورا الرسول صلاة الترويح في الجامع لكن في الليلة التالتة تجمع الناس لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج لهمش في الليلة دي ولا صلاة في الجامع ولكن صلاة في البيت وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف ده إن ما يمنعني للخروج إليكم إلى أني أخشى أن تفرد عليكم يعني الرسول في الليلة دي ما خرجش خوفاً أن صلاة الترويح دي تفرد على المسلمين وتبقى فرض قامتها في الجامعة ولكن بعد الرسول استمر المسلمين يصليوا الصلاة دي في منهم اللي كان بيصليها فرداً وفي منها اللي كان بيصليه جماعة لحد ما جي سيدنا عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي جمع الأهالي وأم بيهم في الجامع عشان يصلوا العشاء وبعدها أقاموا الصلاة الترويح ومن هنا عملها عمر بن الخطاب أن هي يعني زي طقس أساسي أو فرد أساسي يصلى في الجوامع ولكن الرسول عمل الاتنين صلاة في البيت وصلاة في الجامع إذن صلاة الترويح هي مش فرد لو عايز تصليها في الجامع مفيش مشكلة لو عايزين تصليها في البيت برضو تمام مفيش مشكلة المسلمين كانوا بيطولوا قوي في الصلاة دي وكانوا بيقروا آيات طويلة قوي وطبعاً كان فيه ناس بتتعب وفيه ناس ما بتقدرش أن هي تكمل الصلاة فأصبحت معاناة على المسلمين رغم أن زمان كمان كانوا بيصلوها 11 رقعة لكن احنا هنا في مصر دلوقتي بنصليها 8 رقعات فكانوا بيعملوا بيصلوا أربع رقعات ويستريحوا شوية وبعدين يصلوا أربع رقعات ويستريحوا شوية فعشان كده من هنا تسميت صلاة الترويح أو التريح إنهم بيرتاحوا في النص لكن فيه بعض الناس دلوقتي بيصلوها رقعتين ويسلموا ورقعتين ويسلموا اللي هو الرحة بعد كل رقعتين وبيصلوا 8 رقعات و3 رقعات 2 شفع 1 و 3 طبعاً فيه بعض الناس بيصلوها كده وبعض الناس بيصلوها كده لكن خلينا هنا نقول هي صلاة الترويح في كل بلد نفس عدد الرقعات ولا صلاة الترويح بتختلف من بلد إلى بلد في عدد الرقعات بتاعتها اي واحد في اي بلد بيسمعنا دلوقتي يقول لنا صلاة التراويح عنده كام رقعة وفي الجامع كام رقعة ولو الراحة بتاعتها في كل جامع او في كل بلد بتختلف برضو قلولنا في الكومنتات ما تنسوش اللايك والشير وهستنىكم الحلقة الجاية من حلقات اياها وما تنسوش رأيكم بيكمل رأينا وهستنى ارأتهم في الكومنتات ولو عندكم اي مواضية حابين تسمعوها عن التراويح الرمضاني قولولي في الكومنتات وانا هطلع اتكلم عنها استنوني الحلقة الجاية في اياها